بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الأول الابتداء لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لحفظ صورة الليل وذلك من الآية الرابعة عشر وحتى الآية السابعة عشر بحول الله تعالى ولكن قبل أن نبدأ سويا في حفظ هذه الآيات دعونا نذكر أنفسنا بآداب تلاوة القرآن الكريم فمن آداب تلاوة القرآن أن يكون الإنسان على طهارة وعلى وضوء عند مسه لكتاب الله كذلك من الآداب الاستعادة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة وكذلك بالبسملة عند بدء الصورة كذلك من الآداب الترتيل وحسن القراءة كذلك من الآداب التدبر وفهم الآيات وهذه الآداب من الهدي النبوي الذي كان عليه رسولنا صلوة ربي وسلامه عليه عند تلاوته للقرآن والآن إخواني وأخواتي كما تعودنا سنراجع وإياكم ما سبق حفظه في صورة الليل وذلك من الآية الأولى وحتى الآية الثالثة عشر دعونا نبدأ سويا في تلاوة هذه الآيات ونكررها سويا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن استذكرنا وإياكم المحفوظ السابق لصورة الليل ننتقل الآن إلى مقطعنا نستكمل فيه حفظ صورة الليل من الآية الرابعة عشر وحتى الآية السابعة عشر بحول الله تعالى إذا دعونا نبدأ إخواني وأخواتي مستعينين بالله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى لا يصلها إلا الأشقى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن تلونا وإياكم هذه الآيات المباركات وقبل أن ننتقل إلى القارئ ونستمع إليه دعونا نعرج على أبرز الأحكام التجويدية في قوله عز وجل فأنذرتكم نون ساكنة وأتى بعدها حرف الذال وحرف الذال من حروف أحسنتم من حروف الإخفاء من حروف الإخفاء إذن هنا نخفي النون الساكنة قوله عز وجل فأنذرتكم ناراً ميم ساكنة وأتى بعدها حرف النون والنون من حروف الإظهار بالنسبة للميم الساكنة أما في قوله عز وجل ناراً تلظى تنوين أتى بعده حرف التاء وحرف التاء من حروف أحسنتم كذلك الإخفاء بالنسبة للنون الساكنة وهو التنوين أما في قوله عز وجل لا يصلاها إلا الأشقى هنا نجد حرف المد أو نجد المد ونوع المد هنا ما هو أحسنتم مد منفصل لماذا؟ لانفصال حرف المد عن الهمز فكل منهما في كلمة والمد المنفصل كما عرفنا أن حكمه جواز المد يجوز المد ويجوز عدم المد إذن هذه أبرز الأحكام التجويدية في هذه الآيات والآن ننتقل سوياً إلى القارئ ونستمع إليه وهو يتلو هذه الآيات فأنذرتكم ناراً تلظى فأنذرتكم ناراً تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى يحسب ما يتلوها وإنه رجل وسيجنبه الألوي وسيجنبه الألوي وأذرتكم ناراً تلوي وطل務ه لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن استمعنا وإياكم إلى القارئ دعونا الآن نعود إلى الآيات وننتقل سويا لمعاني الكلمات قوله عز وجل فأنذرتكم نارا تلظى أي فحذرتكم نارا تتوهج وهي نار جهنم لا يصلاها إلا الأشقى أي لا يدخل النار إلا من كان شديد أشقى الذي كذب وتولى أي كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عن الإيمان بالله ورسوله وسيجنبها الأتقى أي وسوف يزحزح عن النار شديد التقوى إذن إخواني وأخواتي بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا وبإذن الله نلتقيكم في دروس قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته